بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد من كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف حفظه الله تعالى قال مسألة تاركي جنسي العمل سبق في الحديث في المرة السابقة يعني أننا تكلمنا عن أن العلماء تكلموا في مسألة الأعمال وأن الإيمان له أصل وكمال وتكلمنا عن المقصود بأصل الإيمان وما هي الأصول المتفق عليها بين علماء أهل السنة وما هي الأصول المختلفة فيها في مسألة أن هذا يدخل في أصل الإيمان أو لا يدخل في أصل الإيمان وخلصنا بالكلام إلى أن علماء أهل السنة ليس لا بينهم خلاف إلا في المباني الأربعة فهم متفقون على أن غير المباني الأربعة غير المباني الأربعة لا يدخل في أصل الإيمان وإنما من مكملاته أما الخلاف بينهم فهو في المباني الأربعة لمن تركها أو ترك شيئا منها كسلا وتهاونا وإلا فهم مجمعون على أن من ترك شيئا منها أو حتى من غيرها جحودا فهو كافر وعياذ الله ولذلك ملخص هذا يعني جاء في آخر هذه الفقرة بكلام لابن رجب رحمه الله تعالى قال هل هناك أعمال ظاهرة يعني سؤال من المصنف قال هل هناك أعمال ظاهرة يكفر المرء بتركها غير المباني الأربعة قال يجيب الحافظ ابن رجب عن هذا السؤال فيقول فأما بقية خصال الإسلام والإيمان أي غير المباني الأربعة فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند أهل السنة والجماعة وإنما خالف في ذلك الخوارج ونحوهم من أهل البدع فسائر خصال الإسلام الزائدة على أركانه الخمسة ونعائمه إذا زال منها شيء نقص البنيان ولم ينهدم أصل البنيان بذلك النقص حقيقة أن عبارة ابن رجب دي تلخص كل الإش كل المسألة وهي أن العلماء من أمام أهل السنة لم يختلفوا إلا في المباني الأربعة أنها إذا تركت يكفر أو لا يكفر وكما أشرنا أن هذا في شأن المتكاسل والمتهاون أما الجاحد فالكل تفق على كفره ولذلك هذه كانت مقدمة أو تمهيد لمناقشة ما يسمى بمسألة تارك جنس العمل قال كانت بداية فكر التوقف والتبين أنهم يقولون بأن تارك جنس العمل أن تارك جنس العمل الواجب بمعنى أنه يعزم أن لا يفعل حتى يموت فهو كافر كفرا ناقلا عن الملة ناقضا لأصل الإيمان عندهم وهذه بضعة ضلالة منكرة وهذا الكلام موجود في كتب قديمة لأصحاب منهج التوقف والتبين وممن تأثر بالفكر القطبي منبع هذه البضعة الجديدة المستحدثة وهي تكفير تارك جنس العمل دون أن يحصره في التكفير بترك المباني المباني الأربع يعني وهذا موجود في كثير من الكتابات قبل أن نشرع بالتفصيل فتمهيد موجز جدا لأصل نشأة هذه العبارة ومن أين وجدت وهي عبارة تارك جنس العمل أو ما سماه من يعني جاء بها تارك جنس العمل كافر وجعلها قاعدة أن تارك جنس العمل كافر هذه المسألة في الحقيقة كانت بدايتها من ناحية العلمية من ناحية العلمية مع ظهور كتاب للدكتور سفر الحوالي حفظه الله تعالى هذا الكتاب في التسعينات اسمه ظاهرة الإرجاء في الفكر المعصر فهذا الكتاب هو أول ما ظهر فيه هذه اللفظة من باب التكلم حولها من جهة تنظير علمي ونحو ذلك ففي هذا الكتاب أورد الدكتور سفر في فصل من الفصول وبواب له هذا الفصل وقال ترك جنس العمل كفر وبدأ يتكلم عن هذه المسألة فكان هذا أول ظهور لهذه الإش العبارة في كلام يعني أهل العلم على هذا النحو وهذا اللفظ أما من حيث يعني وجود هذه العبارة أو وجود معاني هذه العبارة فهو موجود قبل ذلك فهو موجود قبل ذلك وموجود من ظهور القطبية في سجون يعني عبد الناصر والتي ظهر فيها التطور لهذا الفكر الذي كان فيه لوثة التكفير وظل ينمو بطريقة أو بأخرى ويتشعب إلى أن كان هذا التأثر الذي أثر على بعض الدعاء كالدكتور صفر الحوالي حفظه الله تعالى وهذا نظرا لأن الدكتور صفر الحوالي كان تلميذا للأستاذ محمد قطب والأستاذ محمد قطب يعني غفر الله لهم ورحمه الله سبحانه وتعالى كان كذلك تلميذا لأخيه الأستاذ سيد قطب وهؤلاء هو وغيره يعني يعني سيد قطب ومحمد قطب ومن كانوا مع الأستاذ سيد قطب تأثروا بكتاباته وأفكاره في السجن في الفترة التي كانوا معهم فيها الأستاذ عبد المجيد الشزلي وقبل منه من أسس جماعة التكفير والهجرة الشاب الذي كان يدعى شكري مصطفى فهؤلاء جميعا تأثروا بفكر الأستاذ سيد قطب وكتابات الأستاذ سيد قطب والتي كان فيها في مجموعها كلام في الحقيقة لا تستطيع أن تقول هو صراحة ينتهج منهد التكفير ولا تنفي عنه ذلك كلام كله يحتمل الحالين وهذا راجع لأسباب كثيرة ومن أعظمها أن الأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه لم ينشأ في بيئة سلفية ولم يتعلم على المنهج السلفي وكما كان يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ الألباني عندما كان يأتي بعض من يثير فتنة الأستاذ سيد قطب خصوصا من صاروا بعد ذلك يتسمون بالمداخلة ونحو ذلك فكانوا يأتون إلى هؤلاء المشايخ ويستثيرونهم بالأسئلة ما تقولون في من يقول كذا وكذا وكذا ويأتون ببعض كلمات لسيد قطب فيها أخطاء شنيعة جدا في الكلام في الصفات نحو ذلك فكان المشايخ حفظهم رحمة الله عليهم كان ينتبهون لذلك وكان إجابتهم كلها إجابات حكيمة جدا الشيخ ابن باز والشيخ الألباني حتى وصل الأمر إلى إن اتهم هؤلاء المشايخ بعد ذلك من بعض التيارات بالإرجاء وذلك لأنهم كانوا يقولون الرجل أديب الرجل لم يتعلم من هكسلفي ونحو ذلك لأنهم كانوا يريدون أن يقال سيد قطب هذا إمام من أئمة الكفر وكذا وكذا ونحو ذلك الغرض يعني أن الأستاذ الشيخ صفر الحوالي تأثر بي أيضا شيخه الأستاذ محمد قطب وعليه كانت هذه التأثرات لها أثر في الكتابات وفي الفكر ونحو ذلك ومع ذلك أيضا من باب الإنصاف الدكتور سفر الحوالي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه ويشفيه ويعافيه وإلا هو مريض جدا في الحقيقة بأول سنوات لما ألف هذا الكتاب وحصل الثورة اللي حصلت من فتنة بين يعني السلفيين هو نفسه حصل له نوع من الوقوف مع نفسه وخصوصا أن رد عليه من كثير من يعني المشايخ والعلماء والدعاء وكم من بين هذه الردود كتاب ليه شيخنا الشيخ ياسر برهامي قراءة نقضية على كتاب ظاهرة الإرجال والشيخ ياسر يعني حفظه الله وتعالى رسل الدكتور سفر حتى كان في النهاية أن التقى به وأنا سمعت ذلك من الشيخ يعني شفاهة أن التقى به وتكلم معه وكان مريض شديد المرض في هذه الفترة وتكلم معه وكلمه الشيخ بكلام تأثر به الدكتور سفر الحواري ويعني تعهد أن يعني يفعل ما يرد به هذا الكلام الموجود في كتاب ظاهرة الإرجال لكن لم يحصل ذلك الله أعلم يعني كما يقول الشيخ ياسر يعني بمعناه لم يحصل ذلك هل لسبب مرض الشيخ الشديد جدا فإنه يشبه من يكون قعيد الفراش أو بأسباب أخرى الله أعلم لكن مما يذكر أيضا في حقه أنه كان ينهر من يكلم في هذه المسائل تفصيليا ويقول مسائل جنس العمل حتى نقل عن بعض يعني أهل العلم أنه أتي له بأبحاث من بعض الطلبة في هذا الباب فكان يغضب ويقول يعني كلام من جملته يعني أن هذا الأمر يثير الفتن في المسلمين ونحو ذلك أيضا المشايخ الكبار كابن عثيمين ومن قبله الشيخ بن بازو الألباني هؤلاء بسبب أن هذه المسألة أيضا نشأت في أواخر حياتهم لم يكن لهم ردود مشهورة بحيث أنه أبناء الصف السلفي يسمعون هذه الردود ويعني يعملون منها أو بها لأن هؤلاء المشايخ خصوصا الأبنباز والألباني كان لهم في نفوس الشباب السلفي عموما والصف السلفي عموما قبول كبير جدا وكان عندهم تقف أكثر الفتن لكن هؤلاء المشايخ ماتوا قبل ما تثار هذه المسألة بقوة لكن في بعض الأحوال يعني لهم تدل على أنهم كانوا يرفضون هذا الكلام ومنها أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن ذلك مرات وأجاب بإجابات تدل على أنه ينصح بإغلاق هذا الباب وعدم الكلام في هذه المسألة وأن هذا كلام مبتدع يعني القول بتاريج جنس العمل بهذا كافر هذا كلام مبتدع وهذا الذي عرف عن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله أنه ما تكلم في هذه المسألة تفصيلا حتى مات وكان كلامه كله في ردوده يعني ينصح بترك هذا الكلام يعني حتى أذكر لكم سؤال كانت سؤله الشيخ في يعني ما يسمى بالأسئلة القطرية التي وجهت إلى الشيخ بل وكذلك في شرح العقيدة الوسطية مذكور كلام للشيخ بيرد بنفس المعاني تقريبا وفي رياض الصالحين كذلك سؤل الشيخ رحمة الله عليه السؤال يقول تارك جنس العمل كافر وتارك أحد العمل ليس بكافر ما رأي فضيلتكم في هذه القائدة أجاب الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه قال كلام ليس له معناه من قائل هذه القاعدة هل قالها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفره الله ورسوله فهو كافر أما أحاد العمل ودنس العمل فهذه كلها طنطنة لا فائدة فيها ورغم هذا الرد القوي منه رحمه الله والذي أكده في أكثر من موضع كان يعني أيضاً أمر الفتنة يعني ينتشر لماذا؟ أن هذه الردود لم تنتشر في قطاعات الشباب والسلفي خصوصاً إلا بعد وفاة الشيخ بن عثيمين بعد ما كانت المسألة تشبع بها كثير من يعني أبناء الصف السلفي الشباب خصوصاً حتى صارت بينهم كالامتحان يعني بعضهم صار يعني تقريباً شغله الشاغل الكلام في مسألة تار الجنس العمل فصارت فتنة في الحقيقة حتى تفرغ لها كثير من أبناء الصف السلفي ومن المتعلمين وأصحاب المكانة الجيدة في العلم حتى أنها أخذت حييزاً كبيراً من الكلام مما أحدث حولها لغة كثيراً لكن مع هذه المقدمة لا يمنع أن نتناول المسألة وليس معنى كلام الشيخ بن عثيمين أن هذه طنطانة وكذا أن يترك العلماء الرد على من يقول بهذا وإلا ليس هذا هو مقصود كلام الشيخ بن عثيمين إنما يقصد في هذا الوقت أميت هذه البداء لكنها ما ماتت ووجدت فلو كان الشيخ بن عثيمين حياً رحمة الله عليه نظن أنه كان سيفعل كان سينبلي للرد عليها لكن لو كان في أولها كأنه كان يرجو أن تخبو وتنتهي في أولها فنعود إلى الكلام مرة أخرى وبالنسبة صحيح لهذه المسألة لمن أرد أن يقرأها من قبل التوسع في مطالعة هذه المسألة فهناك كتاب قراءة نقضية لفضيلة الشيخ ياسر هذا الكتاب هو أول كتاب تقريباً صدر في مصر هنا يرد على يعني هذه المسألة وهناك أبحاث ونحو ذلك كثيرة لعلماء والطلاب علم ونحو ذلك في هذا الباب ومن هذه الكتب أيضاً كتاب صدر مؤخراً اسمه مؤلفات في دائرة الضوء أكاديمية أسس مؤلفات في دائرة الضوء هذا الكتاب جيد وهو يناقش بعض الموضوعات التي أخذت على كتب للشيخ ياسر ومنها موضوع جنس العام وهناك بحث أيضاً للأخ الفاضل الشيخ هيثم توفيق رحمة الله عليه هذا بحث جيد جيد وخصوصاً أنه طبع بعد ذلك تحت اسم تقريباً الإرجاء تحت المجهر أو ظهيرة الإرجاء تحت المجهر هو كان البحث في الأول كان اسم الإيمان أو قضاء الإيمان والكفر ومناقشة قضية جنس العمل فهذا البحث أيضاً بحث جيد في هذا الباب ولذلك هذا لمن أراد التوسع لكن في الحقيقة ما بين أيدينا كافي في التعامل مع هذه المسألة في الجملة يعني ما بين أيدينا من الكلام هذه المصنف كافي في يعني رد هذه البدعة وخصوصاً التقصيل الذي سبق التقصيل الذي سبق هناك تقصيل حصل عندنا وهو أن أهل السنة أو علماء أهل السنة لا يختلفون إلا في المباني الأربعة أن نتاركها أو أن المباني هذه الأربعة تدخل في أصل الإش الإيمان وأن نتاركها يقفر أما غير المباني الأربعة فلا يختلفون فيها وهذا كما نكرر في شأن من في شأن المتهاون أما الجاحد فالكل يتفق على أن كل الأعمال من جحدها فإنه يكفر بها قال مقصودهم بتارك جنس العمل ما هو المقصود من قولهم تارك جنس العمل قال قد يقصد به وذكر كلمة قد يقصد معناها أنه في نوع من الاضطراب في المسألة ولذلك المسألة تحتمل وتحتمل قال قد يقصد به ألف يعني قد يقصد به تارك العمل ككل أي كل الأعمال قال مقصودهم بتارك جنس العمل قد يقصد به تارك العمل ككل تارك جنس العمل ككل نحن بنقف عليها لأنه اللي هيجي بعدها يترتب عليهم قال وهذا لا يصح أن يعبر عنه بكلمة العمل مطلقة لأن تكفير تارك الصلوات الخمس أو تارك الصيام أو تارك الزكاة أو تارك الحج وهو عازم على أن لا يفعلها هذا التكفير فيه خلاف سائغ بين أهل السن أليس كذلك؟ أنه أهل السن عندهم المسألة اللي هو اللي يترك المباني الأربعة فيه كلام بينهم بيقولوا أنه يكفر فلما يقول كل الأعمال نقول له لا استنى ده فيه إيش جزء من هذه الأعمال أهل السنة متكلمين فيه قال ولا يصح التعبير بأن هذا جنس العمل لأن هذا الخلاف السائغ بين فريقين يعني إيش إن كانوا يقصدوا كل الأعمال فهذا لا يصح ليه لأنه يعبر بكل الأعمال عن كل عمل حتى منه المباني الأربعة وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل السنة قال بين فريقين واحد الفريق الأول يقول بتكفير تارك أي واحد من المباني الأربعة ولو أدى هذا التارك كل المباني الأخرى تهنى عنده كافرا فلا يصح أن يقال إن هذا تارك لجنس العمل لأنه لم يترك كل الأعمال ومع ذلك كفر بترك واحد من المباني الأربعة يعني الراجل اللي هو بيعمل كل الأعمال إلا الصلاة عندي فريق من أهل العلم كافر هل ده تارك كل العمل ده تارك نوع واحد من العمل يبقى لو قالوا في هذا الوصف إنه ده تارك جنس العمل ده وصف مش صحيح فلو كان المقصود أنه لو صلى صلاة صلى صلاة عشان أخذوا بالكم التأصيل ده مقصود منه إيه إنه ما فيش حد في أهل السنة بيقول الكلام دوت إنما أهل السنة بيقولوا إن اللي يسيب ممكن ركن واحد من دول يكفر بس ما بيسمهوش تارك جنس العمل لا بيسموه تارك الصلاة بس تارك صلاة كافر ما بيقولوش تارك جنس العمل قال فلو كان المقصود أنه لو صلى صلاة أو صام يوما في حياته لكان غير تارك لجنس العمل فهذا لا يقوله أحد لا هذا الفريق ولا ذاك لو كان المقصود أنه صلى صلاة وعلي يعني مثلا العلماء اللي بيقولوا نتارك الصلاة كافر لو صلى عندهم عشرين سنة وجي قبل ما يموت بيوم واحد ترك صلاة واحدة هذا كافر طيب العشرين سنة دول أخبارهم إيه عندهم بطلوا لأنه كفر ده عند أهل السنة طيب هل ده يسمى تارك جنس الصلاة كان تارك جنس الصلاة أبدا ده كان بيصلي لكن عند أهل السنة إنه لما ترك كفر أو عند فريق يعني من أهل السنة لما ترك كفر قال لأن هذا الفريق الذي يكفر مثلا تارك الصلاة يكفر بترك صلاة واحدة مش بأصل الصلاة كلها أو صلاتين أو ثلاث صلوات ولم يقل أحد من هذا الفريق إن من صلى صلاة واحدة في حياته لن نكفره بعدها انتو أخدين بالكم من المعنى يعني وكأنه المقصود من الكلام ده لو واحد صلى في حياته مرة يبقى ده ترك في حياته جنس الصلاة ما تركش مش كده أهو جاب جنس العام ده مش موجود عند أهل السنة أهل السنة يكفروا حتى لو طول عمره بيصلي بس جاء قبل ما يعني أقصد فريق يعني أهل السنة حتى لو جاء قبل ما يموت بيوم وطرك الصلاة كل ما سبق عندهم لا ينفع لأنه كفر وعليهم فهل يسمى هذا من حيث الاصطلاح تارك جنس الصلاة لا ما اسموهش تارك جنس الصلاة إنما اسموه عندهم تارك الصلاة عندهم اسموه تارك الصلاة اتنين الفريق الثاني الذي لا يكفر تارك الصلاة يقول لو ترك كل الصلاوات ما دام لم يستحل ولم يأبى لم يأبى يعني لم يستكبر فهو ما زال عنده أصل الإسلام عنده لا إله إلا الله ولو لم يعمل خيرا قد أدل الجمهور اللي يقولون أنه هو طالما هو مش آبي ولا مستحل قال فهو ما زال عنده أصل الإسلام عنده لا إله إلا الله ولو لم يعمل خيرا قد أما أن يقول لو صلى صلاة في حياته فهذا لا نكفر فلا يوجد من يقول ذلك من أهل العلم يعني الفريق الثاني اللي هو مش بيكفر تارك الصلاة تكاسل مش بيكفره فأما أن يقول لو صلى صلاة في حياته فهذا لا نكفره هل وجد هذا عنده هل قالوا اللي هو احنا مش هنكفره اللي هو جاب صلاة وحده المهم يكون جاب جنس العمل ده مش موجود هذا الكلام أصلا مش موجود عند أهل السنة الفريق الآخر يبقى الفريق الأول لما واحد بيترك الصلاة بيسموه تارك الصلاة ما بيسموهش تارك جنس الصلاة الفريق الثاني لما واحد صلى مرة واحدة في حياته وبعد كده ترك الصلاة بس تهونا ما بيسموهش مسلم عشان أتى بجنس الصلاة لا ده بيقوله علي مسلم لأنه عندهم أذل على أنه لم يكفر حتى ولو لم يصلي حتى صلاة واحدة قال أما أن يقول لو صلى صلاة في حياته فهذا لا نكفره فلا يوجد من يقول ذلك من أهل العلم بر الوالدين وعزم ألا يفعل قال أنا مش هبر يا وأمي دول أبدا وعزم على ترك هذا الواجب بر الوالدين ده واجب ولا مش واجب واجب صلة الرحم واجب ولا مش واجب عزم على أن لا يصل أرحامه أبدا حكمه إيش في الإسلام أي نعم إحنا على التأصيل السابق بتاعنا إنه ده خارج عن المباني الأربع ما فيش خلاف بين أهل السنة أنه ليس بكفر إلا أن يستحل إلا أن يستحل لو قال إنه ترك بر الوالدين هذا حلال أو قال ترك صلة الرحم حلال ده يبقى كافر لأنه استحلم أحرم الله لكن لو أنا واحدا من الناس عارف إن صلة الأرحم واجبة وقال أنا عارف إنه واجبة بس أنا مش هصل أرحمي وخلاص هأطحهم طول العمر مش أعمل صلة رحم عند أصحاب هذه البدعة يصيروا كافرا لأنه ترك إيش جنس هذا العمل تركه خلاص وعزم ألا يفعله وعليه فهذا يترتب عليه الكلام هذا فعندهم يصيروا كافرا عند أهل السنة هذا عاصي مرتكب كبير أي نعم قال وقد يقصد بقولهم تارك جنس العمل هو أن يترك أي عمل واجب بالكلية ويعزم أن لا يعود إليه ومن يصر على المعصية إلى أن يموت ويعزم أن يظل يفعلها هذا هو تارك جنس العمل ويصبح عندهم كافرا وهذه البدعة الضلالة أصلها من فكر الخوارج الشبه بينها ومن الخوارج إيه إنه يغفر بالكبيرة وهذا إنسان ارتكب كبيرا إنه عزم على أن لا يفعل واجبا وأن يتركه إلى أن يموت وأنا بقول لحضركم المثالة هو الفج قال لن أصل أرحمي إلى أن أموت لن أبر أبواي إلى أن أموت فهذا عندهم تارك جنس العمل أما عند أهل السنة هذا عاصي لماذا؟ لأن الأعمال عند أهل السنة على التفصيل التي تقدم في جملته إنما هي من كمال الإيمان إلا ما تم منها داخل في إيش؟ في أصل الإيمان اللي منه قول القلب وعمل القلب وقول الإيش؟ اللسان قال كلام الأئمة في حكم تارك المباني الأربعة معا طيب كلام الأئمة نرجع له بقى في حكم تارك المباني الأربعة معا من الكلمات التي كنت سمعتها من شيخنا الشيخ ياسر أيضا وهو يكلم أحد المشيخ وكنا في العمرة وكان يكلم أحد المشيخ السعوديين في هذه المسألة فكان يتكلم فيه أيضا مسألة وهي أن هذا الأمر يعني جملة المعنى الذي فهمته أن هذا الأمر أشبه أن يكون شيء افتراضي وتخيلي وإلا فقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عمل ولا مش عمل إذن هذا الإنسان جاء بجنس العمل لم يشأ خذ بالك ذا على الإيه؟ على التوصيف بتاع أنه اللي هو الاحتمال الأولاني الاحتمال الأولاني اللي هو إيش؟ تارك جنس العمل يعني كل الأعمال طيب اللي جاء بلا إلا الله محمد رسول الله جاء بعمل ولا مداش بعمل وأين يذهبون بهذه الكلمة؟ أعتمام وقول اللسان واجب فضلا عن ما كشفنا عن ما في قلبه أنه قد يكون قالها بإيه كمان؟ بقلبه جاء بقول القلب كذلك والطروق نفسها أعمال بالفعل إذا ترك الزنة معتقدا حرمته أليس هذا عمل؟ قال كلام الأئمة في حكم ترك المباني الأربعة معا قال الحافظ بن رجب أما هذه الخمس فإن زالت كلها سقط البنيان تبهوا لكلام الأئمة وإن لم يثبت بعد زوالها الخمسة لو زالت زال البنيان وكذلك إن زال منها الرقن الأعظم هو الشهادتان وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادها ولا يجتمع معهما وأما زوال الأربع البواقي اللي هم غير الشهادتين فاختلف العلماء هل يزول الإسم بزوالها؟ أو بزوال واحد منها؟ أم لا يزول بذلك؟ أم يفرق بين الصلاة وغيرها؟ فيزول بترك الصلاة دون غيرها؟ أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة؟ وفي ذلك اختلاف مشهور وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد خلاصة كلام ابن رجب هنا ماذا؟ أن الخلاف بينال السنع على ماذا؟ على المباني الأربع في تركها وعذن؟ تركها قال شيخ الإسلام وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء أما مع الإقرار بالوجوب يعني بيقول أنا أقر بوجوب الزكاة بالصلاة بالحج بالصيان وتركها قال ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد أنا في الحقيقة هتجاوزها لأن كل الكلام ده سبق هتجاوز الجزء ده في الصفح اللي هو ذكر فيه أقوال الإيش العلماء واختلافهم فيه ترك الإيش المباني الأربعة ثم قال قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن أه وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بطركها قال فالعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان قال والنقول من أئمة أهل السنة في ذكر الخلاف في كفر تارك المباني الأربعة كسلا كثيرا وإنما اقتصرنا على ما نقلناه خشية الإطالة قال مسألة قتال المقاتل على ترك هذه المباني قال فلو قاتل تارك هذه المباني على تركها مع إقراره بوجوبها وبيقول أي نعم أنا مقر بها لكنه مش راضي يفعلها كسلا بخلا نحو ذلك تأولا زي ما نعزك قال فلو قاتل تارك هذه المباني على تركها مع إقراره بوجوبها وإقراره على نفسه بالخطأ أو قاتل منعا من عقوبة تاركها قاتل منعا من عقوبة تاركها سواء كان هو أو غيره ممن يترقها فإن الإجماع منعقد على قتالهم فأهل العلم يقولون لو أن هناك طائفة قاتلت الإمام على منع الزكاة أو على منع الصلاة فهؤلاء يقاتلون بالإجماع بدليل قول أبي بكر واجتمع عليه الصحابة بعد ذلك لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لما قال له عمر تقاتل من قال بقولنا أو تقاتل من قال لا إله إلا الله نعم قال وهناك إجماع على قتالهم في الزكاة والصلاة بل وفي الحقيقة على كل شعائر الإسلام الظاهرة المجمع على وجوبها لا المباني الأربعة فقط يعني لو أن طائفة امتنعت عن الجهاد يعني فئة من المسلمين قالت خلاص إحنا مقررين بالجهاد أنه شرع ودين وفضيلة بس إحنا مش هنجاهد ولن نجاهد بعد ذلك هؤلاء يقاتلون على ذلك أو ده مش من مباني الأربعة لكن مشروع قتالهم فإن من منع شيئا من شرائع الإسلام وإن كان مقرا به فمشروع قتاله بالإجماع قال فلو طب القتال ده يستلزم تكفيره لا ما يستلزمش تكفيره قال فلو قال قوم سنشرب الخمر أو سندعو الناس عندنا يشربون الخمر سندعو الناس عندنا يشربون الخمر ونحن نعلم أن الخمر حرام ومقرون على أنفسنا بالخطأ لكننا لن نسمح بإقامة الحد على شارب الخمر ونعرف أنه فرض ولكن لن نترككم تنفذونه وتوقعونه فرض على الإمام أن يحاربهم وهذه المسألة مسألة وجوب قتالهم غير مسألة التكفير هو بيقول أننا عارفين الخمر حرام بس سنتم تمنعوش الناس وبعدين القانون بيبحها احنا عارفين أنها في الشرع والدين حرام بس احنا عشان ظروفه عشان ونحو ذلك هذا يقاتل حتى لو كان مقرر بإيش بحرماتي هذا لكن لا يلزم منه الإيش التكفير لا يلزم منه التكفير نعم قال وهذه المسألة مسألة وجوب قتالهم غير مسألة التكفير وإن كان هناك قول عند الحنابلة أن من قاتل على منع الزكاة وقاتل على ترك الصلاة فهو كافر لكن الراجح عدم التكفير حتى لو قاتلوا فهم يقاتلون ولا يخرجون من الملة والدليل طبعا كلام العلماء في مسألة قتال منع الزكاة وأن الصحيح في ذلك أن أبا بكر قاتلهم قتال إيش بغاء قتال بغاء وليس قتال إيش مرتدين وأما ذكر قتال أبي بكر للمرتدين هذا من باب التعميم لأن هناك كان موجود في هذا الوقت بعض المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام قال ترك أعمال الجوارح جحودا اللي يترك ده تنبيه مهم جدا الفقرة دي نوع من التنبيه ترك أعمال الجوارح جحودا اللي يترك أعمال الجوارح جحودا أي عمل بقى مش المباني الإيش الأربعة أي عمل قال تارك المباني الأربعة جحودا كفره معلوم من الدين بالضرورة المباني الأربعة وترك غير الأركان الأربعة جحودا كفر مخرج من الملة أيضا قال فلو ترك بر الوالدين مثلا جحودا أو ترك سلة الأرحام جحودا يعني أو ترك الجهاد الواجب جحودا فهو أيضا كافر خارج من الملة باتفاق لأنه يجحد المعلوم من الدين بالضرورة أو يجحد ما علمه من الدين كالمستحل للمحرم اللي يقول مثلا إن شرب الخمر حلال هذا مرتد ولا ياذب الله أيضا مع التنبيه على أنه لا يلزم من وجود الكفر المعين مطلقا أو فورا وإلا قد يكون هذا جاهل قد يكون متأول قد يكون مكرى ونحو ذلك ولذلك ينظر في الشروط والموانع قبل ما ينزل الحكم على المعين قال فهو أيضا كافر خاري من الملة باتفاق لأنه يجحد المعلومة من الدين بالضرورة أو يجحد ما علمه من الدين كالمستحل للمحرم فالفرق بين هذه الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج وبين غيرها أن الخلافة هو في كفر من تركها تكاسلا فقط أما الجحود فمثلها مثل غيرها من الأعمال المعلومات من الدين بالضرورة في أن جاحدها كافر ثم قال الخلاف في حكم تارك الصلاة تكاسلا وهيذكر هنا في بحث مختصر اختلاف الفريقين من أهل السنة في كفر إيش تارك الصلاة تكاسلا وهذه مسألة متقربة ومكررة عندنا كثيرا وننصح الإخوة أن يقرأوا هذا الجزء الباقي حتى نقف إن شاء الله في المرة القادمة على الباب الذي أو الفصل الذي بعده وهو ثبوت أحكام الإسلام فنقف على هذا القدر بإذن الله تعالى ونذكر الإخوة من شاء أن يعني يطالع هذه المسألة مفصلة فليرجع إلى بعض الكتب مثل قراءة نقدية للشيخ ياسر وكذلك الكتاب مؤلفات في ضوء في دائرة الدو وكذلك بحث الشيخ هيسن توفيق رحمة الله عليه من المؤلف؟ من المؤلف؟ أبو يامن أختمه يامن مقابلنا شخص طيب خير يعني محمد بيقول رسالة اسمها ضبط الخلل في مسألة تارك جنس العمل هذا لمن أراد يعني التوسعه وإلا ننصح في الحقيقة أن الإنسان يطالع منها مطالعة يعني التنظير والرد ونحو ذلك ولا يعني يغرق يعني نفسه فيها إغراقا وإلا في الحقيقة هذا الإغراق قد يسبب أن الإنسان ممكن يعني يعيش معها طويلا قولوا قولي هذا واستغفر الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين